الهجرة الأولى للحبشة استمرت قريش في ذائها لمن آمن واشتدت الفتنة على الصحابة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة خرجت مجموعة مباركة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أحد عشر رجلاً وأربع نسوة متوجهين إلى الحبشة في أول هجرة في الإسلام كان من بين من خرج في هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وكان أميرهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه حديث إنهما أي عثمان ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من هاجر بعد لوط وإبراهيم رواه الحاكم وهو ضعيف نزلت سورة النجم وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال عند الكعبة ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد وسجد معه المشركون من عظمة الآيات وصل خبر سجود كفار قريش لمهاجر الحبشة مشوهاً وهو أن أهل مكة أسلموا فرجع عدد منهم إلى مكة